موسيقى 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 حمد أشيبو مدير عام ومؤسس مكتب دراسات إنجاج المتخصيص في تنقلات الحضارية موسيقى 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 والتي ستمكن الشركة بشأنها تواكب التنظيم ديالها من واحد القاعدة المراقبة حفيلات فيها الويفي وحفيلات فيها مكيفات الهواء لذلك هذه المعدات التي تتوفر عليها هذه الحفيلات الجديدة كيف نسبة الكهارات التي تتوفرون في الحفيلة؟ يعني عدد الكهارات؟ بالنسبة للحفيلة الستندار فيها 33 مقعد الآخرين ما بقيتش عقل عليهم بالضغط ديالهم غي بالنسبة لجميع الجهيزة ديالحفيلة رفيها أماكن مخصصة لدوي الاحتياجات الخاصة كينما كان مخصص لدوي الاحتياجات الخاصة اللي تيطلع بالكورسي دياله وتدالو وحد حزم السلامة لنك هادو رهم الحفيلات همم توفرين عليهم كينما شكنا بحاجة الحفيلات أنا بالنسبة لي كم صلصة لدولة تركيا كنت سمعت تشهيزات لدولة الحفيلة كنجو من دولة تركيا لا كينبنسبة للحفيلات كان 38 حفيلة لأسوزو مصنعة في تركيا حفيلة أسوزو هي حفيلة يابانية غي مصنعة في تركيا بالنسبة للحفيلات الأخرين كان حداش الحفيلة المقصالية اللي هي بوس أرتكولي هادوك جين من ألمانيا علاش لأنه ما كينيش في المغرب توحد نتي صنعهم في المغرب وبحلي قال السيد المودي العام ديالشركة تفوغال هما حفيلات ما كينيش في أفريقيا هاد الشركة اللي في ألمانيا من أعطاتهم كنوع من باش تتسوق هاد الحفيلات في أفريقيا والمغربية الحمد لله وقنيترا بالضبط وهذا شرف كبير للمغرب وشرف أيضا كبير للمدينة القنيترا وتتسعاد وثمانين حفيلة ستوندار من 12 متر وتهياء وهذه حفيلة مصنعة في المغرب في شركة إيريزار وتتوفر تهياء على كل ما يخص من ولوجيات كل ما يخص من راحة ديال المرتفقين بغيت نأكد على واحد المسألة اللي هي مهمة بزاف أو تنعرفوا بأنه أهم عملية في هاد الشهادة هو العمال لأنه عندنا حفيلة المستوى تيخصني يكونوا عندنا نفس الشيء عمال في المستوى بالنسبة للعمال ديالنا ديال هاد شركة اللي غدي تكون جديدة بإذن الله في قنيترا تلقوا تكوين نظري لمدة شهر أنت نقولوا شهر سوف يدير يوميا نهار على نهار تيجيو تتلقوا تكوين تتلقوا تكوين في عدة مجالات مبينتهم السياقة الأمينة السياقة الإيكولوجية بحال تنعرفوا السائق ممكن أنه يستهلك عدد كثير ديال الغازوال كيف يستهلك القليل إلا كانت سياقة إيكولوجية السلوكيات والأخلاق مبينة المسألة المهمة تتلقوها السائقين وأيضا هاد السائقين هادو تلقوا وحدة تكوين تطبيقي اللي تاول مدة ديالو كتر من شهر في الحافيلات واليوم بالضبط بمان الشركة توصلت بليزا سيرونزيلا بالتأمينات الحافيلات راهم خرجوا القنيترا تيجولوا شوارع دي القنيترا في تكوين تطبيقي للسائقين هاد التكوين هادا كامل ما صراحة تنشكرو بزاف سيد مدير الجهوي ديالانا بيك سيحسون لي ليوفر لنا الظروف اللائمة الظروف الملائمة باش وصلنا الحمد لله هاد المستوى هادي عاوننا بزاف الحمد لله نجحنا في هاد المهمة اللي تتعتبر نقدر نقول لك علامة فارقة في المغرب راه أول مرة في المغرب عمال تيتلقوا هاد العدد الكبير ديال تكوين وكين ان شاء الله غيواكب معانا حتى تكوين من بعد تكوين المستمر تكوين المستمر ان شاء الله كل ست شهور هاد العمال هادو غي تتلقوا تكوين ديالهم يتتعمون مع هذا كبير دائما نفس الشيء احترام قانون السير احترام مرتفقين احترام مستعمل الطريق هاد المسائلات يتتلقوا في هاد تكوين بالنسبة الميني بيس اللي كتجهوا البقرة الساعة كتجهوا في شوارع مدينة الكبير درا وش مانتكمش تخوفات من العرق على اللي ممكن يدعوه دم انا هنجوبك في اطار القلم في اطار انا مكتب دراسات في المغرب كامل كين السلطة مفوضة وشركة مفوض لها قطاع النقل الحضاري هو مجال تيدخل فيه تفوض بالتالي انا هاد الاطار هاد ممكن لمؤهلين يجاوبوا عليهم السلطات ديل المدينة غير هو في القانون وفي المنطق المجال ديل النقل الحضاري هو مجال للتدبير المفوض اللي تتكون فيه السلطة المفوضة اللي هي الجماعة واللي فيه واحد وزارة وصية القطاع اللي هي وزارة الداخلية واللي فيه شركة مفوضة اللي تتكون مفوض لها تصير هاد القطاع هاد وبالتالي هاد التراكب هاد مقدر يلي يؤدي المشاكل كثيرة لما كانش لانه يلابقاوا مثلا بحال هاد النوع ديال المركبات تيجول المدينة هادة تعتبر دخل ناقص للشركة بالتالي يمكن شركة ما تحقق التوازن المالي ديالها ودهو التخوف الى ما كانت توازن المالي ديالها ربما يكون انخفاض في المرضودية يكون انخفاض في المداخل يقدر يؤدي العواقب مشيه هذيك هادوا حفيلتكم حفظوا اليوم لانه ارى مساهم فيهم المواطنين حفيلت الى كانوا الناس رعاشوا واحد المحنة طلبة والتلاميذ عاشوا محنة الناس العادين عاشوا محنة انا تنظن بانه الحمد لله شركة مغربية في المستوى حفيلات في المستوى ما لنا الا نحافظ عليهم كاملين لانه ازدهار النقل الحضاري هو ازدهار للمدينة انا اللي شفت بحكم تجربة ديالي ديالسينين في هذا المجال انه من انت يكون نقل حضاري في المستوى المدينة تترقى في الخدمات دياله المدينة تكون في احسن مستوى